البعض قال الزهراء عليه السلام لا تستحق الميراث وبالخصوص فدك لماذا؟ قالوا لأن عند الشيعة الإمامية المرأة لا ترث العقاب إذا نقرأ مثلا في كتاب الكافي للشيخ الكليني الجزء السابع عندما يتعرض إلى الميراث وأحكام التوريث قال الباب تسع وعشرين باب أن النساء لا يرثن شيئا من العقاب أو لا يرثن من العقاب شيئا كيف تطالب الزهراء عليه السلام بفدك والحال أنها لا ترث من الأرض شيء إذن بحسب مباني الشيعة وبحسب أحكام الشيعة الزهراء سلام الله عليها لا ترث من الأرض شيئا إذن ليس من حقها أن تطالب بفدك وبغيرها من الأرض الجواب نقول أولا ذكرنا هذا الشيء وكررناه كثيرا قلنا فدك ليست ميراث فدك هي نحلة نحلها النبي صلى الله عليه وآله للزهراء عليه السلام ولم ندعي أن فدك هي ميراث للزهراء عليه السلام إنما هي نحلة وقد جئنا بالأدلة الصحيحة الصريحة على أن النبي صلى الله عليه وآله قد وهب فدكا للزهراء عليه السلام فلو سلمنا بصحة هذا الكلام نقول فدك خارج عن هذا البحث لأنها لا تدخل تحت باب الميراث فدك إنما هي هبة الأرض التي طالبت بها الزهراء عليه السلام طالبت بها بعنوان النحلة والهبة لا بعنوان الميراث هذا أولا ثانيا الذي يحتج بعنوان هذا الباب عليه أن يقرأ الأحاديث الشيخ الكليني قال النساء لا يرثن من العقائي شيئا هل يريد مطلق النساء أم لا يريد نساء مخصوصات نقرأ الأحادي الحديث الثاني في الباب يوضح عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم ويقوم النقض والأبواب والجذوع إلى خروا أي نساء يقصد يقصد الزوجة مراده من النساء الزوجة وليس البنت الزهراء بنت للنبي صلى الله عليه وآله الشيعة عندما قال المرأة لا ترث العقار المراد أن الزوجة من زوجها الزوجة لا ترث ما تركه زوجها من العقار رواية أخرى أوضح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطي وبعها أو ثمنها يعني هي لا ترث الأرض لكن ترث ما على الأرض نفس الأرض الزوجة لا ترثها أما البناء فهي ترث هذا البناء ترث من قيمة البناء والروايات كثيرة نعم الشيخ الكوليني ربما ما الذي يقرأ اسم الباب يتوهم هذا المعنى لكن الروايات توضح أن المراد من النساء أو المراد من المرأة في الروايات هي الزوجة وليس البنت والزهراء عليه السلام كما هو معروف ومشهور هي بنت للنبي صلى الله عليه وآله فلا يمكن إلزام الشيعة بهذا الشيء لأن عندهم التي لا ترث العقار هي الزوجة وليست البنت والأحاديث صريحة في هذا الباب من هنا نعلم أن هذا الإلزام أيضا لا يمكن إلزام الشيعة به بل هذا الإلزام هو في واقع الأمر تدليس من الطرف المقابل إذ أن مراد الشيعة من هذه العبارة النساء لا يرثن من العقار شيئا مرادهم الزوجة وليست البنت